بعثة النادي الاهلي وصلت الى مازمبي طبعا مباراة صعبة جدا على النادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي مباراة صعبة يوم السابت ان شاء الله الساعة 3 هتبدأ المباراة في الكونغو مباراة من المباراة صعبة جدا في مشوار النادي الاهلي في الدور الابطال وانا باعتبرها يعني هي دي البطولة المباراة دي هي البطولة انت عديت المرحلة دي انت خلاص بالنسبة لك بإذن الله النادي الاهلي عنده الخبرات وعنده الإمكانيات وعنده اللعيبة مهما بيمر بظروف لما بييجي في الوقت الصعب بتلاقي اللعيبة بتتلم تلاقي الجهاز مع بعض تلاقي مجلس الإدارة داعم تلاقي جماهير دعمة بشكل كبير جدا بتنسى خلاص الفات لأن دي مباراة مصيرية لندل أهلي إن شاء الله بإذن الله نندل أهلي يكون اللعيبة على قدر المسئولية مستر كولور نرد عمل حاجة كويسة جدا بتواجد بيرستاو في المؤتمر الصحفي دي كانت حاجة كويسة جدا الفترة الأخيرة اللي تقال إن كان في مشاكل ما بين بيرستاو ما بين مستر كولور وطبيعة يا جماعة فكرة الغياب أي نجم أو غياب أي لاعب بتلاقي الكلام كتير جدا عليه بتلاقي دايما الصحافة أو الإعلام بيحاول إن هو يتقال كلام ده أصل ده متخاني أصل ده مستبعد أصل ده حصلت مشكلة في الملعب مشكلة في التمرين ده شي طبيعي هي دي الكورة النهاردة تواجد بيرستاو بصراحة عودة بيرستاو مهمة جدا للندل أهلي في ظل الظروف اللي موجودة والندل أهلي محتاجه اللعيبة كلها بصراحة المباراة اللي زي دي محتاجة 11 راجل جوه الملعب محتاجة لعيبة مقاتلة محتاجة لعيبة مركزة خصوصا كمان إنت هتلعب الساعة 3 في توقيت ممكن نادي الأهلي مش متعود عليه ممكن الجماهير في أوقات كتيرة جدا يعني بتحاول إنه على قد ما تقدر تخرج من الأزمة لأن كان فيه أزمة قبل كده كانت مباراة سانداونز كان في نفس التوقيت فهو صراحة يعني الفن التوقيت اللي هو التوقيت ده ده معناها أن هم عارفين النادي الأهلي ممكن مع درجة الحرارة مع تغيير المناخ مع أن بيلعب بالنهار فممكن يؤثر على الأداء أرقامك يا سائل الأهلي في دور الأبطال الأفريقية قبل موجودة مازنبي الأهلي تأهل للمرة العشرين طبعا النادي الأهلي دايما ما شاء الله يعني تاريخ النادي الأهلي رقم كبير جدا ورقم قياسي النادي تأهل المرة العشرين في تاريخه لنصف النهائي دور الأبطال النادي الأهلي تأهل المرة الخمسة على التولي لنصف نهائي دور أبطال أفريقيا الأهلي في آخر أربع سنوات وصل لنصف النهائي حقق اللقب تلات مرات يعني كل الحاجات دي طبعا جماعة أنا كلعيب موجود جوه النادي الأهلي لما بشوف حاجة زي كده عندي سقة المسئولية وعندي جماهير وعندي قاعدة جماهيرية وعندي ناس بالملايين منتظر المباراة دي منتظر الحلم دلوقتي لكل جماهير النادي الأهلي هو الحصول على دور الأبطال الدور الأبطال يا جماعة البطولة دي من البطولات المهمة في تاريخ أي لعب في تاريخ أي لعب يعني لو لعب مثلا بطل مثلا بعد عشرين سنة تلاقي يقولك مثلا إبراهيم سعيد حصل كذا أبو تريكا حصل كذا أخد بطولة كذا هي دي البطولات اللي بتضف لتاريخك هي دي البطولات اللي بتخليك إن انت بعد ما تبطل عندك رصيد كافي الناس دايما الناس دايما بتبقى يعني ما بتنساش الناس دايما متذكرة الناس دايما بتبقى عارفة اللعيبة اللي خدت بطولات مع النادي الأهلي وفي أسماء كتيرة جدا حصلت على بطولات أنا اتشرف أن أنا واحد من الناس اللي حصلت على بطولة من ضمن البطولة دي البطولة كانت مهمة بالنسبة 2001 والحد دلوقتي الهدف اعتقد كان قبل نصف النهائي كان دور التمانية كان مباراة بلوزداد لحد دلوقتي الناس متذكرة الهدف ده فمن الاخر اللي بتكلم فيه ان البطولات دي هي اللي بتديك رصيد بتديك رصيد في حياتك بتديك رصيد مع الجماهير الناس دايما بتتذكرك الاهداف المصيرية والاهداف الحسيمة از انا بيتقال كده دايما الناس بتستنيها وبتبقى متذكراها ما بتنساش خالص فبتمنى التوفيق للعبة لان انت عندك الخبرات وعندك اسم النادي الاهلي الواحد وخوف يعني اسم النادي الاهلي خوف مازين بي اكيد عامل النادي الاهلي حساب اكيد طبعا هو فريق قوي جدا على ملعبه وانك ما بيخسارش بس خبرات لعيب النادي الاهلي يعني خبرات لعيب النادي الاهلي تقدر تتغلب على الماتش الخبرات لعيب النادي الاهلي وروح لعيب النادي الاهلي تقدر تتعامل مع الماتش بطريقة صح مستر كولر لازم يتعابل مع المباراة و أكيد عمل لها أهمية لأنها مباراة مهمة المباراة دي على أقل حاجة لو خرجت بالتعادل فأنتك كده كسبان يعني حتى لقدر الله وفيه خسارة واحد سف فتقدر تعود وخصوصا كمان يعني إن شاء الله بإذن الله في مباراة العودة هيبقى فيه أكتر من 30 ألف وممكن 50 ألف كمان هيبقى موجودين هيبقى موجود في المدرجات فده عدد كبير جدا وتواجد جمهير النادي الأهلي في المدرجات ووارد على فكرة ممكن العدد يبقى زيادة لأن مباراة النادي الأهلي بيمثل اسم مصر فيها بيمثل كيان كبير جدا في الكرة المصرية أكيدها تبقى مباراة مهمة إن شاء الله بإذن الله اللعيبة تخرج بنتيجة إيجابية ونشوف المدرجات مليانة أجماعة الكرة بدون جمهور مش متعة الحاجة الوحيدة للعيبة تقدر تخلي الجمهور تبقى موجودة النتيجة الإيجابية أنا عارف إن دايما جمهور النادي الأهلي ساند ومساند بقوة للعيبة فأصعب الظروف ودلوقتي هو وقت اللعيبة وقت اللعيبة إزاي إنه تبقى تركز اللعيبة تبقى مركزة اللعيبة تبقى روح وحدة المباراة الإزاي دي مش عايزة زي ما بتقل كده شكل جمالي مش عايزة دلوقتي برستوي يعد ويعملها من بين رجل اللعيب لا خالص المباراة الإزاي دي عايزة تقف صح تركز من أول مصطفى شبير لحد خط الدفاع بكيادة عبد المنعم ورامي ربيعة أتمنى إنه هم يعملوا مباراة كويسة وأتمنى إن دي تكون بداية عودتهم لمستوام الطبيعي هيا المباراة الإزاي دي هيا اللي بترجعها علي معلول محمد هاني أو عمر كما لعب واحد أي أن كان مين اللي هيلعب أي لعب هيشارك في المباراة دي فهو مقاتل لعب نازل بيدافع عن كيان نادي الأهلي عن اسم النادي الأهلي والمباراة اللي ازاي دي يا جماعة صدقوني هي اللي بتخليك بتخلي الجمهور يحبك هي دي اللي بتخلي الجمهور يسندك هي دي اللي بتخلي الجمهور يبقى دعم ليك لأن شايفك راجل في الملعب شايفك إن انت بتموت نفسك جوه الملعب شايفك إن انت مقاتل جوه الملعب هتلاقي الجمهور كله دايما معاك إن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يرجعوا بنتيجة يا جباية شكرا